مجلس النواب النهاردة وافق على مجموعة من المواد الخاصة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة واللي كان صادر بالقانون رقم 53 لسنة 66 كمان وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل ما بين مصر وأسبانيا بشأن من حتى تمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة في عندنا تقرير باعتبر المجلس بدأ ينعقد كالأسبوع طبعا في الأسبوع الجاية كده يبقى أجازة وبعدين نرجع تاني الأسبوع اللي بعده إلى آخره في النهاردة عندنا تقرير حول ما تم في مجلس النواب شوف التقرير فاصل ونكمل الكلام جلسة جديدة عقدها مجلس النواب لمواصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بدأت الجلسة بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراع في مجموعة على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة القانون جاء في وقت محوري للدولة المصرية قانون غاية في الأهمية نشكل الحكومة عليه خاصة في التدعيات اللي بتحصل حوالينا في العالم كله والقانون يمكن إصداره في 1966 وأفرز الواقع العملي أن المواد الموجودة فيه العقابية لم تحقق الرادع العام أشكر الحكومة على تقديم هذه التعديلات لوقف البناء على الأراضي الزراعية موضوع البناء على الأراضي الزراعية بيعتبر من أخطر القضايا اللي بتهدد الأمن القومي الغزائي والدولة كانت حريصة وقامت بالكثير من الإجراءات ولكن العقوبة في القانون الحالي كانت غير كافية لإيقاف البناء على الأرض الزراعية وبالتالي استلزم الأمر تدخل تشريعي لتغليز العقوبة كما تمت الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة مع الحكومة الإسبانية وكذلك قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين الحكومة وأحد البنوك الكورية الجنوبية وكان المجلس قد أحال خلال الجلسة ثمانية تقارير من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بدون مناقشة إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها وتم رفع جلسة مجلس النواب إلى غد لاستكمال مهامه النيابية والتشريعية موسيقى